موسيقى يسعد كل أوقاتكم متابعينا في المملكة العربية السعودية الليل إن شاء الله تبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة عموما ولكن تميل للدفء على سواحل البحر الأحمر أما نهار غد إن شاء الله طبعا تسود الأجواء أجواء دافئة في العموم ومائلة للحرارة على سواحل البحر الأحمر وطبعا في مناطق الشرق ووسط المملكة رح يكون هناك في استقرار على الأجواء إن شاء الله ولكن هناك احتمالية لهطول زخاتنا الأمطار متفرقة على سواحل البحر الأحمر وأجزاء من المدينة منورة وتبق أما كيف رح تكون درجات الحرارة للليلة في العاصمة الرياض غالبا صافية عشرة أما الملموسة تسعة ونسبة الرطوبة عالي 61% وسرعة الرياح 15 كم في الساعة ننتقل الآن نتعرف على طبعا باقي مناطق المملكة فداء شمالا واسكاكا نهارا بتسجل 24 ليلا 14 وأجواء غائمة جزئية عرعر 21 مع أطلبة مثارة وليلا 12 أما تبوك نهارا 25 وغيوم تفرقة وليلا بتسجل 10 درجات مئوية ننتقل الآن إلى مناطق الغربية من المملكة العربية السعودية ونهار المدينة منورة بتسجل 27 درجة مئوية مع غبار خفيف وليلا بتسجل 15 وجدة 31 نهارا 22 ليلا مع أجواء غائمة جزئية ومكة المكرمة 33 عفوا نهارا 21 ليلا والطائف 25 نهارا و14 درجة مئوية بتسجلها ليلا ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وأبها نهارا 23 مع غيوم تفرقة 11 ليلا والباحة 20 نهارا 14 ليلا أما جازان نهارا 28 و24 درجة مئوية بتسجلها ليلا ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام نهارا 24 ليلا 13 حفر البوطن 23 نهارا 12 ليلا والإحساء 25 نهارا و11 درجة مئوية بتسجلها ليلا ننتقل أخيرا إلى مناطق الوسط مع العاصمة الرياض نهارا 24 ليلا 11 بريدة 25 مع غبار خفيف نهارا و13 ليلا أما حائل أيضا غبار خفيف 24 نهارا و11 درجة مئوية بتسجلها ليلا متابعين هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة تابعونا في تفاصيل نشراتنا القادمة للقاء اشتركوا في القناة